اشتركوا في القناة هذا أغلب ما هو موجود دائماً في بقاء الأرض في التربة الجيرية وفيها غالباً تكون قلوية وفيها السلتية وفيه أشياء كثيرة والصلصال والطين وأمور كثيرة اللي بنتكلم عنه دائماً وهذا عرف دارج عند كثير من الناس أن التربة الطينية هي الأفضل نقول لكم لا ليست التربة الطينية هي الأفضل طيب التربة الرملية أجل لا بعت مو بالتربة الرملية بشكل كامل رملية هي الأفضل أبدا لا لكن التربة الممزوجة بين نسبة من الطين ونسبة من الرمل يعني خلنا نقول نسبة عشوائية مثلا احنا ما نبغى نعطيكم شكل دقيق حتى ما يكون الشيء صعب عليكم نقول 30% 20% طين والباقي رملية وإذا وضيفت إليها بعض المكونات مثل البوتيموس اللي هو التربة الداخلية والتربة الحساسيات والبرلايت تصبح تربة غنية جميلة جدا قدامي هنا نوع من التربة النوع هذا يسمى التربة الزراعية غالبا وهو خليط ما بين الرمل والطين كيف يعني مواصفات هالشيء في التربة أن الرمل حيمسك ماء والطين حيمسك ماء والرمل حيكون جيد التصريف ويعني جيد التهوية الطين يا جماعة غالبا إذا زرعنا فيه الوحدة يعمل تلبك إذا نشف يصير متصلب على النبتة فيمنعها من النمو يمنعها من التحرك وهذا صعب جدا على النبات وإذا تشبعت بالمياه تصبح ماسكها المياه بشكل كثير على الجذور ممكن تسبب لا سمع الله تعفن للنبتة راح تموت حلنا نبي نتلافى الأشياء هذه بأن نجعلها جيدة التصريف بإضافة الرمل على الطين فمن يتوقع أن الطين هو ممتاز للزراعة لا لكنه ممتاز فعلا للناس اللي عندها أمطار اللي بيزرع مثلا البذور والحبوب هو ممتاز أن المزرعة تمتلي بالماء فيمسك لها الماء فيبدأ يضع البذور ثم تنبت ثم يجني الحبوب فيما بعد ما يحتاج سوقها لأنه الموه ستمسك في الطين لكن اللي بيزرع بعد في الرمل الوحده بدون أي إضافات أو كذا ما أيام بسيطة فيختفي الماء من الرمل لأنه جيد أو قوي التصريف لذلك الخليط المفضل للنباتات هو نسبة من الطين ونسبة من الرمل نقول مثلا ضربتين من الرمل وضربة من الطين نخلطها مع بعض نكون تربة جميلة جدا عندي قدامي تربة نسبة من الطين ونسبة من الرمل هذه اللي بنستخدمها طبعا عندنا جميلة جدا لأن الرمل بيسمح للجذور بالانطلاق وبيسمح بالتهوية ودخول الأكسجين والطين يسمح بحفظ كمية من الماء والرطوبة في هذا الرمل اللي هو جيد التصريف فنريكم الخلطة طبعا فيكون بهالشكل طبعا لما نقبض على التراب أول ما نجيب التربة أو نشتريها نقبض على التراب يمسك في نفس الوقت لما نضغط يتفك فك فهو بهذا الشكل الآن عندما يكون فيه الماء نعمل التماسك بسبب نسبة الطين وهش بسبب نسبة الرمل وبيكون شكله أصلا مثل الرمل في حالته بدون موين فهذه التربة المناسبة للزراعة في غالب بقاع الأرض تحياتي لكم ترجمة نانسي قنقر